اشتركوا في القناة الهجان في المركز الاول متفوقا على جميع المسلسلات الاخرى بما في ذلك مسلسل ليالي الحلمية ولن اعيش في جلباب ابي مثلت فيه ايمان الطوخي دور ايستر السكرتيرا التي تعشق مديرها ببراعة كبيرة غطت على جميع ادوارها قبل وبعد هذا الدور وتحولت بعده الى محبوبة الشباب الاولى مكتسحة جميع الممثلات الاخريات حتى ان بعض الناس قد لا تذكرون بانها كانت مغنية ايضا واصدرت عددا من الالبومات وكانت المطربة الرئيسية التي تحيي الحفلات الوطنية التي يحضرها الرئيس الاسبق حسني مبارك فهل حقا تزوجته سرا وهل زوجته سوزان مبارك هي من كانت وراء اختفاء ايمان من الساحة الفنية ومن هو النجم المصري الشهير الذي رفضت عرضه للزواج عدة مرات واين هي الان ولكن قبل البدء اذكر الاصدقاء الذين لم يشتركوا بالقناة بعد ان يشتركوا يلا نشوف ولدت ايمان الطوخي في الحادي عشر من كانون الثاني يناير في العام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين في العاصمة المصرية القاهرة في عائلة مولعة بالفن وتمتهنه فوالدها هو الفنان والاذاعي محمد الطوخي الذي مثل في عدد من الافلام الاذاعية والسينمائية اشهرها فيلم الشياطين الثلاثة مع رجد اباضة واحمد رمزي وحسن يوسف ترست ايمان في كلية الاعلام في جامعة القاهرة وتخرجت منه في العام الف وتسعمائة وثمانين بدأت مشوارها الفني بالغناء فغنت عددا من الاغاني مثلا انا وانت والامر حتى اصدرت البومها الاول في بداية التسعينيات وحققت نجاحا كبيرا لما تملكه من صوت عذب وجميل ثم انتقلت الى التمثيل فشاركت بدور غرام خاتون في مسلسل بوابة الحلواني ودور شهرزات في مسلسل الف ليلة وليلة كما ومثلت في عدد من الافلام السينمائية الا ان اشهر ادوارها على الاطلاق هو دور استر في مسلسل رأفة الهجان وهذا طبيعي لان المسلسل كما ذكرت سابقا يعتبر من افضل المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية لم تفارق الشائعات حياة ايمان اذ كانت تزداد كلما تألقت في اعمالها اكثر حتى قيل بانها ليست مصرية او انها غير مسلمة والكثير من الاقاويل غير الصحيحة الا ان اكثر ما دار حولها من معلومة لم يتم نفيها او تأكيدها في حينها هي ان ايمان متزوجة من الرئيس محمد حسني مبارك الذي كان يحضر حفلاتها الغنائية بشكل مستمر حتى انه طلب منها في احدى المرات وامام الحضور بان تستمر بعملها الفني وان لا تبلي اهتماما بكلام الناس والمضايقات وان تتصل به شخصيا ان قام احد بمضايقتها وكان ذلك بالنسبة للبعض تأكيد على وجود علاقة بينهما وبان الرئيس يتابع اخبارها ويعلم بتعرضها للمضايقات وبان ضابط المخابرات سيء الصيد صفوة الشريف كان الرسول بين مبارك وايمان لذلك سعت زوجة حسني مبارك الى اسقاطه حتى نفذ لها كل ما تريد فحارب ايمان بقوة بعدما اصبح وزيرا للإعلام وسأذكر تفاصيل ما فعل بعد قليل لم تخرج ايمان يوما في الإعلام لا لتؤكد او لتنفي وجود العلاقة بينهما وهذا زاد من الكلام حول وجود علاقة بينها وبين الرئيس حتى ان اختفاءها من الساحة الفنية في نهاية التسعينيات قيل بان زوجة حسني مبارك كانت سببا فيه رغم ان الزوجة كانت تميل لعدم وجود علاقة بين زوجها وبين الفنان ايمان الطوخي الا انها كانت تنزعج جدا من كثرة الكلام الذي يدور حولهما لذلك وحسب العديد من المقالات المنشورة على مواقع الانترنت فقد منعت سوزان مبارك شركات الانتاج الفني من التعامل مع ايمان الطوخي وهذا ما دفعها للابتعاد شيئا فشيئا عن الساحة الفنية وقد بررت ايمان في مقابلة معها سبب اختفائها بقولها اصبح الوسط الفني مليئا بالدخلاء لذلك ابتعدت عن التمثيل وقررت ان اتفرغ للغناء ولكن وبعد فترة وجيزة وبعدما حققت اغانيها الجديدة نجاحا كبيرا اختفت من الساحة الغنائية ايضا وتذكر ذات المصادر بان سوزان مبارك هي من امرت بمنع عرض اغانيها في التلفزيون المصري بعدها اختفت ايمان تماما من الاعلام حتى انها لم تقم باي حوارات صحفية او تلفزيونية واصيبت بالاكتئاب لم تكن ايمان حلما بالنسبة للشباب فقط بل حتى لعمالقة السينما المصرية ايضا فحسب خطيبها السابق الملحن محمد ضياء والذي تعاون معها في البوم النظر الاولى ذكر في احدى اللقاءات بان الفنان احمد زكي كان مولعا بايمان وكان يحضر حفلاتها باستمرار ويجلس في المقاعد الامامية وحاول طوال عامي 1997 والعام 1998 ان يقنعها بالزواج ولكن محاولاته باءت بالفشل وذكر محمد ضياء الذي انتهت خطوبته بالفنان ايمان الطوخي بالانفصال بان ايمان كانت تتأثر نفسيا باي كلمة تسمعها وعندما يسيء اليها احد كانت تحبس نفسها في منزلها ولا تكلم احد وصرح بانهما انفصلا لان ايمان كانت تعيش في حالة اكتئاب شديد لما كانت تتعرض له في الوسط الفني وسبب اعتزالها الحقيقي هو وزير الاعلام صفوة الشريف الذي قتلها فنيا حسب بعض المصادر حتى انه امر بعدم اشراكها في الاعمال الفنية بعد نجاح مسلسل جمال الدين الافغاني اذ كان من المفترض ان تقدم عددا من الاعمال الفنية بعده اعتزلت ايمان التمثيل والغناء في نهاية التسعينيات وبعد سنوات نفت وجود اي تعلاقة تربطها بالرئيس الاسبق محمد حسني مبارك واكدت بانها لم تتزوج نهائيا في حياتها رغم انها خطبت مرتين الاولى في بداياتها من المخرج المسرحي فؤاد عبد الحي والثانية من الملحن محمد ضياء الدين وهي لا تزال تعيش حتى الان حياة الفتاة العازبة في القاهرة وترفض الظهور في اية وسيلة اعلامية رغم ان بعض القنوات عرضت عليها عروضا مغرية للظهور معها الا انها لا تقبل ان تظهر بشكل نهائي وانت ما رأيك صديقي هل يدمر السياسي حياة الفنان ان هو دخل فيه حتى ولو عن طريق الشائعات شاركون اراءكم اصدقاء الرائعين ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كنت معكم هشام بوتان شكرا على المشاهدة دمتم طيبين